السلام عليكم يا شباب. امنين ايه? ان شاء الله حاولنا نشرح شابتر ثري في سوفتوير انجنيرينج. الشابتر ده لزيز كده بيتكلم على عموما والزيين احنا عاصم بالنزايا للسيستم بتاعنا. بيقول لك انت هاش تعمل ده بتحتاج ان انت تفهم حاجة اسمها فيتشورز. انت تفهم حاجة اسمها سناريز و ستوريز. هنعرف يعني ايه الكلام ده كله. وهنتعرف على مهم جدا اسمه البرزوناس. ايه البرزونا و ازاي انه عاصم بيتخيل الشخص اللي هيستخدم الابليكيشن بتاعك. وبيعمل كده ليه? بيعمل كده عشان انت لما تيجي تعمل للسيستم او الابليكيشن اللي انت عايز تعمله. ما دائما ما تكبرش الموضوع. ما تستعملش فيتشورز ملاش لازمة. و ما تعملش ماتعملش ماتعملش يعني السيستم تك ماتعملش 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 آآ من غير اي فايدة يعني. ممكن انت بتتخيل كل يوزر اللي يستخدم ده ازاي. وايه الحاجات اللي هو هيحتاجها. بحس ان انت تصممها تيلرد عليه يعني. آآ وعلى اشخاص هم اللي بيستخدموا يعني. ماشي هنفهم بقى كل الكامدة ان شاء الله وحفظ اللي دي. والسيستمش ازاي وكده يعني. تمام. آآ بيقول لك بقى there are three factors that drive the design of software product. ايه هم بعد دول بيقول لك ان انت عندك تلات حاجات. ايه هم اول حاجة business and consumers needs that are not made by current products. ماشي؟ بعدك عندك dissatisfaction with existing business or consumer software products. واخر حاجة خالص. changes in technologies that make completely new types of product. آآ بصبر. يعني ايه بقى الكلام الصعب ده. ولا صعب ولا ايه حاجة. وقالك ان انت عشان تعمل اي تصميم لسوفتوير بتاعك. او اصلا الحاجة اللي بتأدي ان انت تعمل تصميم ده. او تعمل software product عموم. بيبع حاجة من التلاتة. اما ان 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 فيه needs للبزنس والكونسومر زي ما حصل له satisfaction. ان اصلا مفيش product في السوق بيلبي الرغبات دي. تمام؟ آآ اما dissatisfaction with existing business or consumer software product. ده معناه ان فيه البرودكت الموجودة في السوق دلوقتي. او المنتجات اللي في السوق دلوقتي. آآ مش مش بسطة الناس او الناس مش راضي عنها. آآ بمعنى مسلا ايه. ان انت مسلا فيه في مسلا application موجود مسلا. ونفترض بapplication تصوير مسلا. فالapplication ده مسلا الناس بتستخدمه. بس مسلا ده مطيق. بيقض مسلا تلت ساعة. يعني processing للصورة. فطبع ايه ما حدش بمساطة انه بيعلم يصور صورة ويكيف يعمل لها processing في تلت ساعة. فده بيبقى سبب ان انت تعمل تصميم من product جديد بحس ان ايه يقلل الوقت ده. واخر حاجة خالص بيقول لك changes in technology that make completely new types of product possible. يعني التطور في التكنولوجيا اللي بيخلي ان انت تقدر تعمل products جديدة كم شكل كامل. زي مثلا ال ai وال machine learning اللي كل شوية بيلاقي applications جديدة بتطلع بيهم. سواء بقى مثلا حاجة الجديدة اللي بتطلع اللعب تعمل كل تتطور في التكنولوجيا بيخلي انت تقدر ان انت ايه دعم التصميم لproducts جديدة. تمام بعد كده بيقولك ان the early stages of product development you are trying to understand what product features will be useful to users and what they like and dislike about the products that they use. يعني ايه بيقولك ان انت في بداية التطوير خالص بتاع ال product بتاعك او انت في الاول خالص في اول مرحلة. انت بتحاول ان تتفهم اليوزرز بتاعك وبتحاول ان انت بتحاول تفهم اليوزرز بتوعك. وبتحاول تتعرف ايه اللي انت هتحتاج ان انت تضطها في ال application بتاعك بحس ان هي تبقى مفيدة لليوزر ده. وايه الحاجات اللي هم ما يحبوا انها تكون موجودة والحاجات اللي ما يحبوش انها تكون موجودة. ولو في مثلا competitor مثلا ليك. فانت تعرف مثلا ايه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش في الابليكشن بتاعك وفا انت تتافويدت في الابليكشن بتاعك انت وكده يعني تمام اه بس فطبيبه في الاول خالص بتحاجة انت في الاول خالص تدي وقت معين للا ايه لان انت تديزاين السسن بتاعك وتعرف انت اصلا انها بتعمل ايه وكده يعني تخشش بخلاص لازم تفهم انت عايز نعمل ايه فبيقول لك هنا اه software feature بيعرف software feature بيقول لك feature is a fragment of functionality such as print feature change background feature and new document feature and so on يعني ايه بيقول لك يعني ايه feature اصلا feature يعني ميزة او حاجة مميزة فبيقول لك هي عبارة عن fragment يعني ايه fragment يعني جزء من functionality معاينة يعني ايه ما فهمتش يعني كل بساطة الفيتشر دي عبارة عن function ممكن تفكر فيها كده software wise لكنها function function بيتقدي حاجة معاينة اي function عندك في الابليكيشن بتاعك فممكن تفكر انها feature بس هي مش اي function خلاص لان احنا عندنا utility function ممكن تكون انت ما تستخدمش اهو مش binary users لا الفيتشر دي حاجة و binary user لو نضرب مثال مثلا فانت افترض مثلا انت فاتح اوبر مثلا فاوبر مثلا لما بتدوس مثلا على زرار اللي هو مثلا عايز تعمل رحلة مثلا او 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 عايز تعمل رحلة فده feature عايز تلغي رحلة فدي feature تانية فهم فهم اصلي feature معناه ان انت حاجة عايز تنفزها في الابليكيشن بتاعك هي دي معناه الحاجة بتميز الابليكيشن بتاعك عن بقى الايه عن عن اي حاجة مش لازل تكون بتميزوا عن بقى الحاجة لأي حاجة مميزة جوة ال feature بتاعي ممكن تفكر فيها كأنها ايه وظيفة معاينة برضو ممكن تفكر فيها ان هي وظيفة الابليكيشن بتاعك بيعرف يعني تمام? اه فهو بيقولك انها جوز من functionality اه يعني جوز من وظيفة معاينة فزي مثلا الprint function دي مثلا وظيفة تعيز تغير حاجة لليوزر فده وظيفة عايز صغير الصورة بتاعتي اعايز صغير background لون background لون خلفية بتاع الابليكيشن بتاعك دي وظيفة تعمل document جديدة وهكذا يعني حتى يقولك بالضبط زي ما كنا منتكلم في موضوع الاجيل وكده والسكرام ان انت لازم تملأ الباكلوج بتاعك قبل ما تبدأ تشتغل ليه لان انا مش هخش كده عمياني ابدأ الابش في اي حاجة وخلاص لا انا لازم اخش ابعارف ايه الفيتشورز اللي انا هنفزها وايه الحاجات اللي انا عايز ابدأ استخدامها عندي في الابليكشان بتاعي كمان حاجة مهمة ان انت تعمل كده عشان تحط النات لحاجات بتاعتك تبعاريف ايه الحاجات اللي لازم تخلص الاول ايه الحاجات اللي لازم تخلص في الاخر يعني مثلا ما كنش نغالين على software product فانت مثلا محتاج مثلا الlogin محتاج الlogin يتعمل في الاول ليه لان انا محتاج ان انا خلاص اقدر ان انا يبقى معايا توقين معانا ابعتها اليوزر اه ابعتها الback end وباك اند يبدأ يرد على الريقوستات دي تمام فهي دي الفكرة ان انت بتعمل prioritization للفункوناليتز بها تاعتك حسنا انت تقدر تحدد كل بسبب لو أحد فيهم بتعمل مرحبت الاشياء بعد ذلك بيقولك بعد ذلك بيقولك The feature list should be your starting point for product design and development المفوض ان تريد في بداية أن تبدأ تصمم وأن تبدأ تديبلو بجانب لن تكون معك the feature list ذي اول حاجة خاصة في التعمل ان انت تجمع الفيتيار ذي انت عيس تحطان لك في الابتكشن بتاعك بعد ذلك بيقولك حاجة يدفع user understanding بيقولك ان ترسين تفهم اليوزر بتاع بيقولك بيقول لك it makes sense in any product development to spend time trying to understand the potential user and customers of your product. يعني ايه الكلام ده? يعني يقول لك حاجة منطقية جدا ان انت في اول اي تطوير لأي برنامج او اي product نوعين انت عزت الله انت بحتاج تفهم اليوزر بتاعك وحتاج تفهم هو عايز ايه ومش عايز ايه ويه الحاجات اللي هو بحبه ايه 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 طبعا ايه الحاجات اللي هو ممكن يكون مستنيها مني طب ايه الحاجات اللي هو مش مستنيها طبعا او انا زاودت البتاع دي هتبسط ولا مش هتبسط كل الاجابات دي انت احتاج ان انت تفهمها تعرف اليوزر بتاعك مستني منك ايه علشان لما تعمل حاجة اليوزر يبقى مبسوط بيها يعني انت ساعدها تبقى فعلا بيتاد فاليو ليه فهو يبسط فياخدها منك تمام? بيقول لك بقى range of techniques have been developed for understanding the ways that people work and use software. بيقول لك انهم على مدار السنين اللي فاتت جربوك هذا طريقة بحيث انهم يساعدوهم فانهم يفهموا لايه الناس بتفكر ازاي يعني. بيقول لك ايه? بيقول لك this includes user interviews, surveys, ethnography and task analysis. بيقول لك الطرق دي منها ان انت تعمل interviews للناس. تعمل survey تاخد رأيهم في الapplications وتسألهم بساني الحاجات اللي بيحبها ويحباش في الapplications وكده. ethnography معناها الاجناس البشرية فانت بتعرف مسلا تحللهم تحلل الاجناس البشرية وكل مسلا مجموعة معانة مسلا. يعني مسلا تفكر مسلا الولاد مسلا بيحبوا ايه البنات بيحبوا ايه طب الرجالة الكبيرة مسلا بيحبوا ايه السيدات الكبار بيحبوا ايه وهكذا. فانت تبدأ تأسم الناس كده بتعمل segmentation كده للناس وبتحس ان انت تعرف كل فئة بتفكر ازاي وتعرف افكارهم وتحليلهم يعني تمام? بعد كده بيقول لك بعض الطرق دي مش منطقي ان شركة صغيرة تبدأ تنفس كل حاجات دي. لان اولا هي كالستورتوب بتحتاج ان هي تنزل السوق بسرعة. ومش منطقي ان تحلل كل اشخاص ويش عارفين لان انت عايز تنزل السوق. بعد كده لما تكبر شوية تبقى خلاص بقى ايه. ابدأ بقى اطور كل حاجات دي كلها. فبقول لك احيانا ما بتبقاش وقعين للشركات الصغيرة تصريمة. وكمان مش. اه وكمان بتبقى غالية. لان ان انت عشان تعمل ما تحتاج تجيب ناس والناس دي تبقى محللين مثلا. اه ودرسين مثلا حاجة ليه علاقة مع علم نفسه. والكلام ده كله. وحس انه هيقدر يحلل. فده كل ده فلوس ووقت. يعني هو مش فلوس بس. هو فلوس وقت. وانت كل الوقت بتضيعه. وكلما ايه. كنا بتخسر فلوس. انت كنستورتوب محتاج ان انت الوقت ده. وفلوس للديفلوبرز اللي معاك. انت بتحتاج ان انت على الده وتقدر تستغل الوقت ده. بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك informal user analysis and discussions which simply involve asking users about their work the software that they use and its strengths and weakness are expensive and very valuable. فبيقول لك مساء ان انت عم تعمل انتربيوهات informal وتحليل للشخصيات يعني وان انت تتنايش معايا. تجيب مساءً يوزر طوام انه مساءً informal الانتربيو كده والله ايه انت ايه رائك في الابليكيشن بتاعنا طب ايه اللي عاجبك فيه طب ايه اللي مش عاجبك فيه والحاجات دي كلها. بقى بيقول لك ده بيبقى حاجة بسيطة وسهلاً وما بيكلفكش فلوس يعني. ماشي? طيب بعد كده بقى عايز ان ايه نبدأ نفهم في الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها طول الليكتش ان شاء الله. بيقول لك ان انا عايزك تبقى فهمت الدياجرام ده. بعد كده نبدأ نشرحه بالتفصيل ان شاء الله كل جزء منه. بس انت تخيل معايا ان انت الماضية تعمل اه انت بتبدأ في السايكل دي كده. هي مش سايكلة. انت بتبدأ باول حاجة خالص ان انت بت define persona او personas بتوعك. دول بيعمل لك معينة. السيناريو دي بيت inspire you الفيتشر. وكمان بتساعدك ان ان انت تطور stories. الستوريز دي بقى هي اللي بتعمل defining للايه للفيتشر. بس تقول لك انا ما فيمتها حاجة اقول لك عادي. مش مش كده احاول ان احنا نفهم كل الكلمة بالتفصيل بس عادك تتخيل الفكرة. طيب اول حاجة خالص. ايه البرسونة? البرسونة ده شخص انت بتتخيله. طعم? شخصية معينة هتستخدم الايه? الابليكيشن بتاعك. فشخصية معينة ده معنا ان ايه مسلا ايه انت مسلا هتقول والله في رجل مسلا اه عنده 35 سنة هيتستخدم الابليكيشن بتاعي. فانت بتخلي الموضوع بشكل عام. انت مش بتاخد مسلا ايه. مش بتقول والله اذا احمد عنده 35 سنة هيتستخدم الابليكيشن بتاعي. ومحمد عنده 35 سنة برضه. لا مش كده ما انت احمد ومحمد هم الاتنين عندهم نفس 35 سنة ولهم الاتنين شغلين في نفس المجال مسلا هم الاتنين مدرسين. فخلاص يعني هم الاتنين نفس التقريبا لنفس الشخصية. يعني انت مسلا لو جبت واحد في كمبيوتر جينيليلينج. فاغلوبهم كمبيوتر زي بعض. جبت واحد مسلا في اتصالات خلاص. اتصالات كلهم زي بعض. حاسبات كلهم زي بعض. مدني كلهم زي. وهكذا. فهم. انت مش بنتكلم بقى على كل شخصية مختلفة على حيطة. لا احنا بنتكلم على. ناك انا بالديفوين كاتيجوري كده كامل من الناس. فوالله مسلا انا اعرف مسلا احمد. احمد نعم 35 سنة وشغال مهندس او شغال دكتور اين كان وشغال ايه. ومسلا عنده مسلا والدين. وهكذا. فبتدأ تحكي تفاصيله. فنفس التفاصيل ليه لو عنده حد تاني خلاص. انا مش محتاجة اضيفان نفس مش محتاجة اضيفان شخصي كمان بنفس التفاصيل. حتى لو التفاصيل مختلف حاجات صغيرة. لا. انا هو مختلف. عشان ايه هو مختلف عشان تبقى مختلفة. لازم فيه حاجات مختلفة كبيرة يتفرق من ايه شخص والتاني. طب انا بعمل كده ليه? عشان اه يحصل لي يعني ايه الكلام ده. يعني انا لما بتخيل شخصية معينة. انا بتخيل سيناريوهات معينة هو هيدا ينفزها بمعنى ايه? معنى مثلا انه لو لوا مسلا مدرس. فانا مسلا بعمل مسلا زي البلاغبورد مسلا. فانا عبقى متخيل انه هو كمدرس هو محتاج مسلا يقوم بتطلب بتاعته. محتاج انه يكيف تراك بالطلبة بتاعته. محتاج ان يديهم بتاعته. محتاج نعزلهم فيكل دي سيناريوز. انا بتخيلها انه مسلا والله انا كتيتشر مسلا او كدكتور. انا عليه هفتها الابليكيشن. هدوس على زرار مؤينة. الزرار ده يجيب لي مسلا ادنيو اصايمنت او مسلا آآ اه هدوس عليه. يجيب لي مسلا النيم بتاع الاسايمنت. يجيب لي مسلا الديو ديت مسلا. ويجيب لي مسلا الديسكريبشن وهكزا. فده سنانيو اللي انا بتخيله عشان ابدأ ايه? انفز الاي الطسك لي. ماشي? آآ طيب. وبعدين الطسك بقى اللي انا وضتلك عليها دي وقعنا عن ايه? هدا الفيتشر اللي احنا اتكلمنا فيه. انه هو يدوس على الزرارة ده فيتش. انه هو يطلع له مسان طايتل يكتبه ده فيتش. انه هو يدوس سيف ده فيتش. انه هو يأبلاي ده فيتش. وهكذا. كل الفيتشور زي او فونكشن زي هي دي الايه? بس تلهمها من السيناري. قشي? السيناري ده بقى بطبق بي حاجة اسمها ستوري. يعني ايه ستوري? بيقولك natural language description of something that is needed or wanted by the user. يعني ده بيبقى عبارة اللغة اللي انا بكتب بيها او اوصف بيها الحاجة اللي اليوزر يبقى محتاجة. ماشي زي definition كده. احنا كل الكلامنا هناخده بتفصيل. بس انا ايه عزيزك بست متخيل معاها الفكرة قبل ما ايه? قبل ما نشرح الموضوع يعني. ماشي? وواعدين وواعدين اوصل للفيتشور خلاص. مفيش بقى cycle مش برجع تاني. لا انا ببدأ من اولها خالص. انا خلاص وصلت لفيتشور بتاعتي. خلاص. ابدأ احطها في الباكلوك بتاعي. وابدأ اتخيل برسونا جديدة. ابدأ بقى بها سيناريو جديد. وابدأ وعمل فيتشور وهكذا. ماشي? يعني انت ممكن تتخيل انت بعد ما بتخلص الفيتشور. انت خلاص بيبقى عندك زي باكلوك هنا كده. انا احط فيه الايه? احط فيه الادا بتاعتي. وبعد ما بخلص الباكلوك ارجع ايه? ارجع للبرسونا تاني من فوق كده. لو انت عايز ترسلها في شكل cycle يعني. ماشي? طيب. اه تعالي نمسها الكلام ده عشان ايه? عشان انا بقاش سيئة. طيب وبعد كده بيقولك ان انت عندك حاسمها feature description. انت بتعرف الفيتشور. فبعرف الفيتشور ازاي. انطرين انا بديفاين ال name بتاعها. اعرف الاسم بتاعها. وبعرف ال inputs. واعرف ال activation. واعرف ال action. واعرف ال output. طبيعي جدا. حاجات بديهية. فانت اول حاجة خاطئة محتاج ان انت هتعرف ايه الفيتشور name بتاعك. الفونكشن بتاعك اللي بتعملها دي اسمها ايه? بتعمل ايه? يعني انت ستعمل calculator مسلا. فانت محتاج مسلا adding. فمحتاج تعرف فونكشن اسمها add. اد مثلا سواء add integer. اد float. ايان كان. محتاج تعرف فونكشن اسمها ايه? فالفيتشور بتاعتك اسمها add. طب الفيتشور دي ايه اللي داخل لها? ايه ال inputs بتاعيتها? فهيقول لك the input from the user and other sources. ايه بقى الحاجات اللي داخل لك? ايه ال other sources ممكن طبع فونكشن تانية او بتاع فونكشن تانية مسلا. فده اول حاجة محتاج تعرف الفيتشور name. تانية حاجة محتاج تعرف ايه ال input. المدخلات اللي داخلات الفونكشن بتاعي. بعد كده محتاج تعرف ال activation. ال activation. ال activation ده ان انت ازاي هتعمل activation للفونكشن. يعني انا مسلا امتى هيحصل ان انا هعمل كل الفونكشن دي. سواء مسلا اليوزر مسلا يدوس على الزرار. اه مسلا لو اليوزر مسلا اه عمل spending مسلا لشوية فلوس فانا مسلا محتاج ان انا apply features. اسمها subtract money مسلا. دي بتطرح من الفلوس بتاعك. والله مسلا يوزر انا مسلا اعمل بعمل system bank. فاليوزر عمل لون. فمحتاج ان انا احط عليه ديبت. ان هو خلاص بقى. مستلف مني فلوس. وهكزا ا apply عليه مسلا زي مسلا ايه. غرامة مسلا لو اتأخر مسلا في دفع الفلوس دي احط عليه غرامة. فهنا ال activation مش النواة دي الصرار. لان ال activation هو عدي وقت معين. فهي دي الفكرة. امتى هيحصل applying للفيتشور بتاعك. ده محتاج برضو ان ان انت تعرفوا. وبعد ما عرفت ال applying امتى? وعرفت ال input. ايه بقى المفروض الفيتشور دي بتعمله? function بت apply حاجة معينة. فالايه ال action بقى اللي المفروض function ده تعمله? هو ده الايه? ده برضو حاجة مهمة انت تعرفها. description of how the input data is processed. ايه الحاجة اللي انت هتطبع على function دي? هتستخدم المتخيلات اللي تخليلك دي ازاي? وفي الاخرى خالص طبعا هتطلع output بتاعك. الايه? اللي حصل من function ده هتطلع وتخزينه بقى ان كان في المكان او هتعرضه ال user ان كان بس اما ما انت ايه تطلع output. فهو ده ايه? التدريج المنائم يعني لل features. ازاي انت ازاي بتعرف الفيتشور وازاي ان انت بتبدأت ايه? بتوصفها يعني. بعد كده بيقول لك new group. اه بيقول لك new group feature انت بتعرف group من الفيتشور. بيقول لك برضو نفس الفكرة انت بتعرف ايه ال input بيقول لك the name of group chosen by the user. بعد كده ازاي ان انت برضو ال new group ده هتستخدمه. بعد كده ال action برضو. ده container created with the specified name. اه وفي الاحية خلص بقى ال output. بيقول لك ده عبارة عن empty document container and an updated list of documents that includes a newly created group. ده بقى بعبارة عن document كاملة او container جديد. مليان بقى بالupdates بقى الليست بتاعت الupdates يعني والdocuments اللي ايه? اللي انت لس حصلها جديد يعني. ماشي? طيب. وبعد كده بقى ايه? هنبدأ بقى نتكلم عال persona بشكل ايه? مفاصل يعني. بيقول لك you need to have an understanding of your potential users to design features that they are likely to find useful and to design a user interface that is suited to them. يعني ايه بقى الكلام ده? بيقول لك ان انت محتاج ان انت تفهم ال potential user بتاعك. مين ال potential user? ال user اللي هستخدم ال application بتاعك. ال application يعني يعني الشخص اللي بيستخدم الايه? ال application بتاعك. طبعا انا ليه محتاج اعمل كده? عشان تصمم functions معينة اللي هي هتبقى مفيدة لليوزر ده. بيقول لك to design features that they are likely to find useful and to design a user interface that is suited to them. يعني ايه? يعني ان ان انت بتعمل functions معينة هتبقى مفيدة لليوزر وكمان عشان تعمل UI بتاعك مرائم لي. يعني الحاجة اللي انت بتعمل ها دي لازم تبقى suited او tailored لليوزر بتاعك انت. يعني ان هو والله ال application عشاني. ما هو حرطان بيلخص عادي. طبعا? هادي احسن حاجة قصة تقدر تستخدم فيها ايه? ال persona بتاعك. بعد كده بيقول لك يعني ايه persona بقى? personas are imagined users. اشخاص متخيالين. where you create a character portrait of a type of users that you think might use your product. يعني ايه الكلام ده? يعني بيقول لك هو عبارة عن اشخاص متخيالين. انت بتتخيله بحيس ان بتديهم مواصفات معينة او صورة معينة. اه portrait character يعني ايه سانية? اه صورة. portrait يعني صورة. فانت بتتخيل صورة معينة character بتاعك ده. اه بحيس ان الصورة دي او الشخص ده هيستخدم ال application بتاعك ازاي. فانت بتفكر هو هيستخدم ال application بتاعك ازاي. بيقول لك مثلا for example if your product is aimed at managing appointment for dentists. فانت ممكن مثلا الperson بتاعتك تبقى هو dentists. ممكن تبقى receptionist الشخص اللي هو المستقبل بتاعك او السكرتير او الممرض يعني. واي كان ممكن الperson التالتة تبقى patient مثلا. فهي دي الفكرة انت عندك تلات اشخاص مختلفين. ما عادت تبقى اقول والله انا عندي دكتور احمد وعندي دكتور محمد وعندي دكتور خالد. هم التالت. لا خلاص انا بدي fine character. دينتست. اين كان بقى مين. اين كان التفاصيل بتاعه. ممكن ما فيه بقى more detail يعني ممكن مثلا دينتست مثلا. اه نبدأ بقى نفكر في details معاينة تخليه عني persona مختلفة لنفس الدينتست. فعهم? يعني تفرق two dentists عن بعض. ده واحد مثلا عنده حاجة معاينة فانا محتاج احط له features معاينة. وده دينتستاني مثلا عنده حاجة معاينة احطه له. بمعنى ايه? ولنفترض مثلا ان انت دكتور مثلا دينتست اه بس هو مثلا لسه لسه fresh لسه صغير لسه بادئ. فاعتقد ده ممكن ان انت تتفكر فيك persona مختلفة. انا ممكن مثلا والله لو سه لسه بادئ. فانا محتاج مثلا اعمل له حاجة زي مثلا promoting مثلا حاجة طبيعا ان هو اه يتعلق يشير بها حاجته بتاعه ان هو يعرف نفسه كده يعني بحيث ان هو يقدر يعمل دعاء لنفسه. ممكن حاجة تانية اكون ما حاطط له كورسات بس. فهو لسه صغير. فالكورسات دي ممكن تفريمها هو كمسلا شخص اه صغير او لسه بعده. فالكورسات دي ممكن تفيده. فدي ممكن تبقى persona مختلفة على عكس اصلا لو اه دكتور خبرة وفي مجاله بتاع. فا اقرب الكورسات اللي انا احطها ووردها يبقى عارفها اصلا. عشان كده ممكن دي تبقى حاجة ايه مش مفيدة بالنسبة له. فممكن تعمل مسلا والله انا عارف مسلا لو اليوزر ده اه سنه مسلا من عشرين لتلاتين هو النفطر يعني. فلا دي ممكن مسلا نعمل مسلا فيتشورس بالشكل الفلاني. طيب والله لو مسلا من 40-50 لا ده ممكن مسلا يبقى خلاص خبرة ده ممكن نخليه بقى بيد دي كورسات مسلا يعني. زي مسلا اوبر فارغ مسلا ما بين الشخص الدرايفر او الشخص المستهلك. اكيد ده ليه فيتشورز معي او ده ليه فيتشورز معي انا. وحكزا. بس انا عادك تفهم او تتخيل الفكرة انك ازاي ممكن تفهم بين different personas يعني. اه وبعدين. اه بس بارك يقول لكGILI personaesine's different types of users helps you imagine what these users may want to do with your software and how it might be used. they help you in envisage difficulties that they might have and understanding and using product features. so he told him to personas of different types of users help you imagine, imagine what these users may want to do with your software. يعني يقولك إيه وإنك أنت لما تعمل كذا كذا شخصية ده بيساعدك في إيه ده بيساعدك أنت تتخيل اليوسر دي إزاي هتستخدم الأبليكيشن بتاعك ده نفس الكاملة كنت رسي أقولولك أنت لما تعرف كذا شخصية يعني مثلا تعالي نفترض على المثالة اللي فوق ده بيقولك أنت مثلا عندك إيه طرح شخصيات عندك الدينتست وعندك البيسيبشيونيست وعندك البيشينت فانت مثلا الدنتست ممكن تتخيل ان هو هيبقى بيستخدم الاップليكشن بتاعك ازاي ممكن نفترض ان هو مساء يكون بينزل عيادة بتاعته بينزل صور لنافسه بينزل مثلا مواعيده واسعاره ونفترض الريسيبشنس طيب بيستخدم الاップليكشن ازاي بيمانيج القيم بتاع الدكتور او الدنتست اللي هو اصلا بيعمل يشوف الاببنكس تاعته بيحاجز المواعيد بيشوف المواعيد بتاعته فده ممكن يبقى الاップليكشن من وقت نظر الريسيبشنس او بيحجز مثلا عايز احجز دكتور معين عايز اطلب دكتور معين فانت لو خدت بالك بقى من اللي احنا كون الناس بنقوله هو انت هنا كل واحد فيهم شايف بتاعك من وجهة نظره هو فملوش علاقة بالباقي يعني مثلا البيتشنت هو مش هيبص ان انا ازاي هنزل مثلا offers مثلا للبيتشنت بتوعي ومش هيبص ان هو ازاي يتعمل مثلا مع الريسيبشنست مثلا مش هبص ان هو ازاي يعمل ريكروتمنت مثلا للريسيبشنست وهكذا لا انا والله عايز انا استنى واجعيني فانا عايز احجز دكتور واروح له خلاص اين كان بقى الدكتور مش هيحط مسلا سعر معين للساعة بتاعته مش هحط سعر للكشف فكل الفيتشورز اللي انت هتعملها للبيتشنت هتبقى مختلفة غالبا تماما عن الفيتشورز اللي انت هتحطها للدنت غالبا هتبقى برضو مختلفة عن الفيتشورز اللي انت هتحطها للريسيبشنست فده بيفري فيه بيفري في الفيتشورز اللي انت هتحطها كل الكلام ده احنا بنستخدمه اللي ايه عشان ندفين الفيتشور عشان نبدأ نعمل لها عشان نبدأ نعمل لها بتاعنا او في البرودكت بتاعنا تمام وبعد كده بيقول لك بقى او كده بيقول لك بيقول لك يعني ايه يعني تصور بيقول لك ده بيساعدك ان انت تتصور ايه المشاكل اللي ممكن تقابل اليوزر هو بيستخدم الايه البرودكت بتاعتك ويقول لك برضو انت ممكن تتغلب على التصورات اللي بتحصل لك وانت بتحاول تفهم ايه الفيتشور اللي انت محتاج ايه اللي انت محتاج تعملها يعني تمام بس فوال هدف المحاضرة دي برضو عشان تبقى فاهم يعني الهدف كامل من المحاضرة انت بتعرف تفطلع فيتشور ايه من ازاي انه كانت تصور فيتشور معينة او فونكشناليتي معينة ان انا اقدر اطلع بيها من الايه من التصورات دي يعني بس بحيس ان انا ابدأ امبلامنت بتاعي على شكل واعي بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك ايه على برسونا بتاعي برايماري سكول تيتشر يعني فانا بيقول لك والله انا اعرف شخصية اسمها جاك ماشي جاك باورة عن برايماري سكول تيتشر مدرس لمدرسة ابتدائية او اه مدرس ابتدائي بيقول لك ده جاك ده عنده 32 سنة هو برايماري سكول تيتشر ماشي في المكان اللي هو اسمه اولو بول ده مش معالينا هوينها بيوصف بيوصف الشخصية بحوالي ما يوصف الشخصية باكبر التفاصيل الممكنة طب هل ده معناه ان انا كل شخصية هعملها هقضى اوصف كل تفاصيلها وبتاعها وقضى هتوصف كل تفاصيلها بس انت عشان توصف شخصية او عشان تعرف برسونا برضو دي حاجة اللي عايز اكد عليك فيها لازم تبقى مختلفة تماما عن الشخصية التانية يعني مثلا لو عرفنا نفس الديفينيشنز دي بس واحد مثلا بدلا ما هو مثلا شغال اولا بول مثلا شغال في كارين ويروس دي مثلا فده ده مش برسونا جديدة لا هو نفس الشخص او نفس المواصفات كلها بس هو شغال في مكان مختلف بس هي نفس برضو مدرس بلاش مثلا في كارين عشان ده كده يا دكتور جماعة مختلف عن مدرس مدرس انا كلمة مثلا ونفتر ان هو شغال في اي مدرسة مختلفة فأي نفس التفاصيل بس في مدرسة مختلفة ده مش هيخليني اغير بتاعت ما هو ستل لسه مدرس وليسه عنده 22 سنة ولسه مدرس ابتدائي فاهم فاهم اصلي او فاهم وقت نصري هادي الفكرة مش بيقول لك بيقول لك بيعلب اطفال من 19 فالتفاصيل اللي ممكن تفرم معك فيه ممكن تفرم معك في الفيتشور تفرم مثلا معك ان انت تحطه يبقى في فيديوهات اطفال يبقى الشخص المحتوط ده الUI مثلا وانت بتصنمه تبقى عارف ان انت عايز منائم مناطفال القلال مش بيقول لك من التفاصيل سير ال Vie وانت انت صانع محتوى للويب لشركة طرفهية يقول لك Jack's experience الفيبر بتاع Jack انه هو كويب developer معناها انه هو he is confident in all aspects of digital technologies he passionately believes that the effective use of digital technologies blended with face-to-face teaching مختلط الface-to-face teaching التعليم عن طريق وش الوش كده يعني can enhance the learning experience for children he is particularly interested in using the i-learn system for project-based technique teachings teaching where students work together across subject areas on a challenge topic طيب ايه بقى اللي حصل لنا اللي حصل لنا ان انت الشخصية اللي انت بتخيلها دي مش تخيلها في دماغ خلاص لا اي حاجة انت بتخيلها لازم ت implement it على ورقة اكتبها على ورقة عشان ما تنساش فبيقول لك انت الشخصية اللي انت هتعرفها بحتاج ان انت تكتبها على ورقة وتكتبها لما تيجي تكتبها تكتبها بشكل من التفصيل تعرف اسمه تديره اسم يعني وبعد كده تديره سن وتعرف هو شغال فين وتعرف experience بتاعته وتعرف مسلا background experience اللي هو اللي عنده والحاجات دي كلها تعرف تفاصيل كتير دي بتساعدك على ايه بتساعدك انت تتخيل الشخص ده وتتخيل ان انت في مكانه او انت مكانه بتستخدم ايه الحاجات اللي هتقع في دماغك و ايه الحاجات انت محتاجها تمام بس فانا انتك شكل من التفصيل يعني عن ايه عن برسونا كمدرسك تاي تمام بقول لك بقية بقول لك الوصف بتاع البرسونا يعني هو ده الوصف الكلام ده كله هو ده الوصف تمام بيقول لك بقية بيقول لك تقدر ترسم بيها صورة off type of product users انت تقدر انت ترسم صورة لنوع معين من اليوزر لنوع معين من اليوزر بتوعك اليوزر اللي هم يستخدم بيها بيقول لك they should be relatively short and easy to read يعني لازم الاسكريبشن انت تقدر صفه ده ما يبقاش paragraph 3 صفة لا يعني حاول تخليه حاجة بسيطة واي حد يقدر يراها لانا انت بدي فاين برسونا واحدة يعني حاول نوعها تبع حاجة مختصرة والناس تيراها عشان برضو انا كتتزاين للهدف بالكلام ده انا extract features لما انت هتتبلي paragraph 3 صفة وصعبين ومستخدم فيه لغات لغة انجليش صعبة جدا طبعا انا مش فاهم حاجة انا مش فاهم حاجة من اللي انت كتبه فمش عارب ا extract features ولا حاجة فاهم بس فعشان كده بحاول ان احنا دايما يبقى حاول ان احنا نخلي الموضوع مختصر وسهل ان انت حد ترى بحس ان انت ايه تقدر تستندك كده شخصية الشخص ده تمام بيقول لك you should describe their background and why they might want to use your product لازم تشرح يعني ال background بتاحهم وليه هم ممكن يكونوا بيحبوا انهم يستخدموا ال product بتاعك يعني you should also say something about their educational background and technical skills لازم باردو تتكلمشوا عن التعليم بتاحهم وال skills بتاعتهم يعني فبيقول لك الكلام ده بحنا الليه بنعمل بيقول لك these help you assess whether or not a software feature is likely to be useful understandable and usable by typical product users ده بيساعدك ان انت تقيم هل الفيتشر اللي انت حضرت في السوفتوير بتاعك ده اليوزر ده يستخدمها ولا لا هيفهمها ولا لا وهتبقى وفيدة من النسبة ولا لا تمام ماشي بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك ان ال personal description بتتكلم اربع حاجات ايه هم اول حاجة ال personalization بيقول لك ال personalization دي include personal information about the individual يعني ده اللي احنا كنا نستم متكلم فيه في الاول personalization معناها ان انت بتعرف information معينة عن الشخص بتعرف بقى سين انه هو بشتغل في ايه والحاجات دي كلها بتعرف برضه هو المواصفات الشخصية لي يعني هو مثلا ولد ولا بنت هو راجل ولا سيدة وهكذا الحاجات دي كلها دي بتبقى personalization انت اول حاجة ناسة تكون حطيتها في ال persona بتاعتك بعد كده بتعرف بتبقى تشرب هو شغال في ايه طب ايه الحاجات اللي هو مهتمة بيها وهكذا بعد كده خالص يعني يعني الاهمية الاهمية بتاعت ده بالنسبة له قد ايه هو مهتم ده وقد ايه بعد كده خالص معناه ان انت بتحط برضه هو خريق ايه كان بيدرس ايه طب لير ما بعمل كده لانه مساء لهو كان مساء خريق فهو اسل عنده علم كبير بالتكنولوجي فهو فاهم شوية حاجات كتيرة اه ليه علاقة بالمجال ده فمسلا انت لو عملت له مسلا والنفطر انت مسلا بتعمل له حاجة ليه علاقة بكتابة مسلا على الموبايل هيبقى جدا على العكس مسلا واحد مسلا في ايه ان كان واحد في المدني مسلا فهمش هيبقى نواية يكتب كود مسلا على موال فهمش هيبقى يعني انت مش هتبقى ده التارجيت يوزر اللي انت بتتارجيته فاهم اه ونفس الكلام هو مسلا واحد في عمارة مسلا فيكون الابليكيشن مسلا بيساعد ان هو يرسم حاجة مسلا معينة او يلهي حاجة زي بنترست مسلا فهم بيخشوا على البتاعة ده كتير عشان يجبوا افكار لرسوماته بتاعه فانت مسلا كطائب كمبيوتر انت ما بتخشش جوه اصلا مالكش دعم مكان ده وهكذا فادي الفكرة انت لين ممكن تكون مهتمة بالايه بالدراسة بتاعت بقى اه مقدت هنا باشرع بقى الكلام ده بالتفصيل يقولك كلام ده مهم يعني ايه بقى يقولك انت لازم بتدي الشخص ده اسم تعرفه كشخص وعد كده تتكلم على شوية حاجات محيطة بالبيئة بتاعت ويعني ايه يعني اتعرف مسلا ان هو اسمو احمد وانه عايش في مصر مسلا وانه طالف في كلية في جامعة القايرة ماشي مسلا طب انا ليه بالباديفايل الحاجات دي لان انت لازم لما تيجي تتعامل مع حاجة لما تيجي تتعامل مع برسونة تتعامل مع انها شخص طب انا ليه ما تتعامل مع شخص لان انا عايز اتكلم يعني عايز احيس الشخص ده بتاعه عايز احس ان هو الشخص ده بص على الموبايل بتاعي بتاعي هيستخدمه ازاي هيفكر فيه ازاي طب هو مسلا ايه الاهتمامات بتاعة الشخص ده هل هو مهتم بالكلام ده ولا لأ بيسأل بسيط برضو ان انت مسلا لو بتتكلم مسلا ايه يعني برضو ايه ممكن مسلا ده يقول لك لا في ناس كده وكده ما علينا لو انت مسلا بتكلم على ولد مسلا فهو هيبقى هو دي كل شوية يخش عليها عشان يرى الاخبار يعرف مين راح فين يشوف الصنفات الجديدة يشوف الفريق بتاعه على عكس مسلا بنت ممكن بنت بسلا تكون مش interested او في الكورة عارف ان فيه منات برضو interested في الكورة بسلا بتكلم على شكل اعام يعني بس فهم وكد تكون مش interested في الكورة مسلا وكد تكون مش مهتمة بلا انت بتعمل فهي دي الفكرة طب انا ليه برضو قولت كده لاني برضو استين كدور انت عرفش مثلا انها student لما اوكي يكون student بس مش مهتمة بالكورة ممكن يكون student بس لا بشجعش ربال مدريد ممكن يكون student بس لا بيتفرجش على الدور المصري مسلا فانت مش بيتفكر فيه كمكان او كووظيفة لا ايه تفكر فيه كشخص عشان تقدر ان انت توصل له كل الايه توصل له كل الاموشنز او مش توصله عشان انت تفكر بنفس طريقته وتفكر والله لو هو مسلا بيحب كل التفاصيل دي طب ايه الحاجات اللي ممكن تشده ايه الحاجات اللي ممكن ما تشدوش وهكذا طمام اه بعد كده بعد كده بيقول لك ده مهم ليه عشان نفس الكلام اللي كنت بقوله لك بيقول لك انت تفكر في صورة مناسبة للشخص ده عشان تقبر بها الايه البرسونا دي بيقول لك الحاجات اللي هو دي بيقول لك الدراسات اثبتت يعني ان الاستخدام الحاجات دي بيخليك احسن في التصميم يعني التصميم بتاع الدزاين بتاعك فانت جاي بيقول لك job related if your product is targeted at business you should say something about their job and if necessary what that job involves يعني يبيقول لك لو الشخص ده اه انت بتارجت الشخص ده في البزنس او البرودكت ده بيطارجت بزنس معين فانت محتاج ان انت تتكلم على الجوب بتاع البرسونا بتاعك تكلم على وظيفة البرسونا اللي انت هطلعت ده بيقول لك خصوصا بقى ايه لو الجوب ده حاجة مش common يعني اسلا software engineer بس في ناس كتير ما تبقاش فاهمة software engineer اه ماشي يعني software engineer بيقى الحال دي علاقة بالsoftware بس هو شغله ايه بقى ايه مواصلات ما فيه تسعين الف software engineer يعني ممكن يكون تسعين الف وظيفة ممكن تكون مسلا ويب ممكن تكون ممكن تكون jobs such as teacher مسلا يعني with the job يعني انت الفكرة في ايه ان الكلام اللي هم يكتبوه ده بنكتبوه لل designer او الشخص اللي بيدزاين او بي فهو غالبا فهمه teacher ده بيعمل ايه وظيفته ايه يعني ايه الحاجة اللي هو specified فيها انه مسلا مدرس فانا اعرف المدرس ده في مدرسة بيدي طلاب مسلا فهي حاجة حاجة واضحة مش بحتاجة انا كتب ايه التخاصيل او يعني بعد كده بيقول لك بتحتاج ان انت توصف بيقول لك بيقول لك بيحاجة ان انت تعرف هو تعليم ايه مستوى التعليم بتاع ايه ده خصوصا مهم ليه لان انت بتيجي تعمل بتاعك بيحاجة ان انت تفرع في يعني انت مسلا لو بتارجت مسلا اه في مسلا اجانب مسلا فانت اليو اي بتاعك مش محتاجة تكون حاضر في عربي او مسلا برضو بتارجت مسلا الناس في جماعات وبتاع فبحتاج ان يعني الناس دي مسلا بتفهم فمش بيحتاج مسلا ان انت تخط برضو ايه انجليش بتاعك يكون سهل وبسيط لعن انت ممكن تكون حاضر مسلا مسلا على عكس او انت مسلا تعملوا لحد مسلا مستوى التعليم تاهم مش احسن حاجة او مش اهلا حاجة فسيطين انت بحتاج كتر يعني تفهم انه برضو ايه اه ممكن يكون مسلا الانجليش طبعا مش عصلا حاجة مش مش كويس اوي اه او اي ان كان مش لازم الانجليش بس يعني اتكلم بس على مسال بجاية ممكن تفكر في حاجات تانية كتير حاجات دي كلها بتخليك تفرق في الانترفيس ديزاين بتاع اه وفي الاخر خالص اهمية بتاعك ده بالنسبة مش اشفة يعني انت محتاجين انت برضو توصف في البرسونا دي حواليه ممكن يكون بيستخدم الابليكيشن بتاعك هنا برضو برسونا تانية لنفس الكلام بس ايه يعني الفاتد ده كان ورعا تيتشر اه بتاع ابتدائي هنا بقى فبنتكلم برضو على البرسونا مختلف فهي هنا برضو مسلا كم ايه بيقول لك اني عند واحد امعين سنة وهي في مدرسة سنوية اه ففي الفاتد كانت ابتدائية ده كان عندها سنوية فحتى كده بتبقى مختلفة شوية اه مسلا بتدي اه هنا مش سنوية منتناشر وتمانتناشر يعني ما علينا يعني ما علينا ويقول لك انها دي بالدر امه ده اسمها هو بيقول لك امه دي بالدرس طلاب عندهم من اتناشر وتمانتشر سنة وهي كانت مولودة في كارديف ويلز اه وبعد كده بيقول لك ابوها ومها كانوا مدرسين فدي حاجة مهمة لان انت عارف ان هي كده من علاوة ومثقفة طبام ابوها ومها ومدرسين فهي ايه غالبها بتاعها عالي يعني بيقول لك بعد ما خلص الدجري بتاع الهسري بتاعها فهي مخلصة مخرجة تاريخ مسلا فهي انت عارف ان بتاعها عالي تمام اه بيقول لك بقى راحت فين يعني فبيقول لك راحت مع ابوها ومامتها تتدرب ان هي كتبقى مدرسة ويقول لك انها عندها واحد عندها ست سنين واحد عندها وان سنين طب معرفة زي كده هتفيدني في ايه ممكن تفكر فيها مسلا مش لازم يبقى رول واحد يعني تفكر فيه انه هو اه لو هو مسلا يا وردو تستيل ممكن يبص على الامنكشان بتاعي من وجهة نظر بسلا فمحسس انه يبقى عند مسلا على الطلبة او على الاطفال بتوقع ما بيكونش انت بس ان تدي رول رول انه هو فما يفعش يبص على الطلبة ايه دي الافكار ايه دي الفكرة انت لو تقرى ده تبدأ تطلع افكار كتير كده من ايه بس الباب بقى رول يعني ايش طيه اه موضوع سهل يعني وهنا برضو ايه برسوناك كمان الواحد اي تي اي تي تكنيشن وكزا يعني تقدر تقرى هوا ايه ويتلاقي ان الافكار مختلفة ماشي بعد كده بقى هنا بيقول لك ايه بيقول لك ايه بقى الحاجات المفيدة او انت بتستفيد ايه من يعني 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 اهم حاجة من البرسونا او اكثر حاجة انت بتستفيدها من البرسونا ان انت بتساعدك انت والديبلوب من تيم ان انت تتعاطف مع يعني اتعاطف مع يعني انا بحس اه بحس به بفهم هو بيفكر زي لما انت تبقى عارف الشخص يودمك تفكر زي انت تبقى يعرف احتياجاته انت انا بقدمك شخص مسلا انت عارف ان هو شخص مسلا بيحب الاهتمام مسلا فطبع ان ان انت عارف ان هو محتاج كل شوية تبعطه مثلا تفكروا بالابليكيشن بتاعك وهكذا مسلا اه واحد مسلا والله عصب فانت محتاج ان بتاعك مسلا يكون مفوش خطوات كتيرة مفوش شرح كتير لانه هو هيدي في يقفل وكذا اه طبعا دي امسلة بسيطة وسازجا يعني ايه بقولك اللي يجي في المال اه فبيقولك يعني ايه الكلام ده يعني يقولك انت بتبقى بتحط نفسك مكان ده اهم حاجة انت بتتخيل المعاك ده هيفكر ازاي ويعمل ايه لو هو ايه لو انت ما كان بتفكر من وجهة نظر يعني من اخر يقولك 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 ان انت بدأ ما تقول تفكر في ايه الحاجات اللي انت احتاج تعملها لو حصل كذا او لو حصل عامل ايه لا انت بتفكر والله لو لو البرسونة اللي انا معايا دي حصل معا الشغل فلاني او طلع لها مسلا هتعمل ايه هلا تسوايب ولا هتقرأ ولا هتدوس عليه ولا هتدوس عليه ولا هتأيه في الابتكيشن ولا كده هم هي الفكرة ايه ايه كان بيقولك 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 بردو هنا ان انت بتساعدك ان انت ما تعملش او تتصورات غير مبررة والكلام ده بيقابنان عليه وانا ان انت فانت مجال شغلك مسلا ان انت بتتكافر all test cases مسلا عشان انت عايز تجيب مسألة صحة فانت لازم بتكافر كل test cases بيقولك ده مش ده مش موقع يعني مش لازم انت تتفكر في كل سيناريوهات اللي منكرة في الدنيا مش لازم تتفكر في كل الحاجات لان انت كيف تقعاد على النفس فممكن مسلا البرسونا دي مسلا كمدرس فهو استي الفهم انه ما ينفعش اسم على صفر مسلا انت بتعمل و بتعمل مسلا واحد على x فانت طبعا ك developer محتاج انت cover test كيف تقفر لغة صفر انه طلع له فانت ممكن تتصور مسلا انه بما انه مدرس فهو عارف انه ما ينفعش اسم على صفر مسلا يعني فمش هتوقت تفكر ما في كل و بس عشان ما تعقش الدنيا على نفسك ماشي بعد كده اخر حاجة او بتعملها driving فبالك persona should be based on an understanding of the potential product users their job their background and their aspiration يعني ايه يعني ايه يعني ايه ايه البرسونا اللي انت تعملها دي محتاج ان انت تفهم بيا او اين كان الشخص اللي انت تعمله او الكاركتر اللي انت تعمله محتاج ان انت تعمله من كونك فاهم الpotential user بتاعك والpotential product بتاعك والproduct اللي انت بتعمله ده اتبعارف مين اللي هيستخدمه ومين اللي هيستخدمه يعني مسلا انت بتعمل فانت عارف اللي هيستخدم اللي هيستخدم اللي بتاعك طلبة فالطلبة دول مسلا عمرهم من عشرين او من ساعتاشر او من طمانتاشر عام لاربعة عشرين سنة تمام فانت مش محتاج ان ان بتاعك خمسين سنة او ستين سنة لأ بس برضو محتاج ان انت تكيبه مسلا اه يعني سهل انت تستخدمه يكون ممتع اللي هيستخدمه محتاج ان انت تحط مسلا الوان معينة تراعي ان مسلا هيبقى في ولاد وبينات بيستخدمه وتراعي ان بتاعك ده تنزل في تنزل في ان كل واحد فيهم يكون قادر ان هو مسلا يعرض البروفايل بتاع ويعرض ايه الرول بتاعه يشوف مسلا التيم اللي هو فيه يعرف مع باية وهكذا دي الافكار اللي انت ممكن تهم بحتاجها يعني اه تمام ماشي بعد جاء يقول لك تهم نقطة وإزاي البروتكت ده بقى كويس بالنسبة لهم ما يستخدمو يعني بقول لك من المعلومات اللي انت شفتها الفاتين دي بقول لك من المعلومات الفاتين دي انت تقدر تصمم كده يعني شكل مبدئي او شكل مجرد للمعلومات الاساسية اللي انت محتاجها عشان تقدر تكون بروتكت الانواع مختلفة من البيوزر بتوعك بحيس ان انت تقدر انت بتعمل بتاعتك تبقى عندك نحية زية شوية للشخصيات يعني انا زي ما قلت لك انا لعلاقة بالعربيات فانا عندي نحية زية اكتر للعربيات يعني انا مش هبقى مهتم بحد بيه اهتم بالكورة بشخصية لعلاقة مسلا بالتصوير لان انا عارف ان انا بعمله لعلاقة بالناس اللي بتحب الكورة فالشخصات اللي انا هتخيلها غالي بتحب العربيات قصدي ومهتمة بالعربيات ومهتمة مش عارف التروس ومش عارف النايترو ومش عارف الكلام ده كله تمام فهدي الفكرة يعني بيقول لك بقى personas that are developed دي حاجة تهيد النقطة ماهتم برضو خلي بالكم هنا بيقول لك personas that are developed on the basis of limited user information are called protopersonals يعني ايه protopersonals protopersonals بكل بساطة عبارة عن شخصية انا عملت لها تصميم بحيث ان انا ما عنديش معلومات كافية عنهم فانا لو ما عنديش معلومات كافية عنهم او ما عنديش تصور كامل عن الشخصية دي بنسميه ساعتها بروتوطايب ليه بروتوطايب لانا ما عنديش تفاصيل كفاية تخلينا تخيل كل الحاجات اللي هو ممكن يعملها طيب احنا ليه بناء الحال زي كده لانه احسن مما فيش دايما ان انت يكون عندك حاجة بيزة تشغال بيها او تصور معين على شخصية معينة احسن كتير من انت تكون مع عندك شخصية خالص تفكر بيها انت عم تعمل حاجات في الهواء كده فالساعة ده وانت هتكومبليكات الموضوع على نفسك وانت هتكون بتفكر كل والسيناريو والقصص دي كلها فعشان كده بيقولك دايما لو انت لو انت ما عندكش معناوات كفاية عم ما خلاص يعمل بروتوطايب برسونا كده صغيرة تخيلها انت اخطش بقى التفاصيل صغيرة كده ثم خلاص يبقى دي بروتوطايب برسونا فالاخر حاجة بيقولك بيقولك ان بروتوطايب بيتخيلوا اي شخصية خيالية كده يعني الناس اللي هتستخدموا بتاحهم بحيث ان ايه باستخدام اي معلومات متاحة يعني والله بس هتنفترض انهم اهم بس هقسموا على بس انا بتارجة الولاد بس يعني او بتارجة البنات بس يعني بس فانت بعد يبدأ ان انت تعمل بروتو بروتوطايب صغيرة كده على على المعلومات اللي معاك دي بس بقولك طبعا يعني اكيد دي عمنا ما تبقى زي ما انت تكون مفاصة للبتاعات دي يعني ان انت عملت وعرفت اللي هم مهتمين بايه ومش مهتمين بايه بس دايما هم احسن من ايه احسن من ما فيش بس فان شاء الله هنقف هنا كده واكمل في فيديو تاني باقي الحاجات بس اشانا في فيديو زي ما يطولش واتمنى تكون الناس ايه فهمت كده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مش شكرا